مساء الخير في نغمة جديدة كده بسمعها من بنات عندنا هنا في مصر نغمة انهم مش عايزين يتجوزوا غير من واحد أجنبي سمعتها من ستات اتجوزوا وانفصلوا حصلت لهم عقدة من الزوج المصري وسمعتها كمان من بنات شافوا تجارب صاحباتهم وقريبهم اللي متجوزين ووصلوا لمحكمة الأسرة ناريمان بطل القصة حقيقية النهاردة واحدة من البنات دول اللي قرروا ان هي تتجوز أجنبي راجل من أوروبا واشترطت عليه انه يعيش معها في مصر كانت وجهة نظرها انها اتجوزت راجل ما عندهمش بقى طبعه وتحكمات المصريين وعملي وعملي وما تعمليشوا وفي نفس الوقت هيعيش في بلدها اللي بتحبها وما تدرش تبعد عنها بس بعد الجواز اكتشفت ان هي ورطت نفسها في مشاكل تانية كتير واصعب كتير تعالوا نسمع الحكاية من أولها اسمينا ريمان وعندي 29 سنة درست أداب علم نفس وبعد ما خلصت درست سياحة حبيت مجال السياحة جدا بقى هو الكرير بتاعي وبحكم شغلي اتعرفت على أجانب كتير وكان عندي بعض التحفظات على الجواز من مصريين بسبب قصص ستات كتير حوالي تحكمات اللي متجوزينهم زي مثلا انا ينفع عمل اي حاجة معينة انما انت لأ عشان انا راجل وانتي ست غير بقى فكرة الغيرة من الست لما بتنجح وكون معها فلوس المهم اتعرفت على واحد مش عايزة اقول جنسيته بالزبط بس هو من احسن دول اوروبا ارتبطنا كان وقتها عندي 27 سنة وهو 55 سنة بس شكله كان شاب حبيته جدا حبيت شخصيته الجذابة حبيت طريقة تفكيره لما اعترفنا البعض بحبنا قلت له شرطي الاساسي نعيش في مصر لقيني بحب بلدي جدا وما اقدرش اسبها في الوقت ده هو دخل في الاسلام كان باين انه عمل كده عن حب واقتناع شرحت له كل حاجة عن عدتنا وتقالدنا وتقدم فعلا لأهلي على الطريقة المصرية مع العلم ان ابوي متوفي في الاول أهلي كانوا اعترضوا عشان فرق السن الكبير بس انا فضلت وراهم ولما شافوا ان انا متعلقة بي قد ايه وشافوا هو بيحبني قد ايه وافقوا اتفقنا يكون بيتنا الاساسي على البحر في جنوب سينة وفعلا جاب هناك فيلا ثلاث دوار سافرنا اتجوزنا في بلده قعدت معاه شهر هناك لفنا في يوم شوية في أوروبا في الشهر ده حسيت اني بصحة من الحلم الجميل على كابوس كل يوم يا سالي كانت بتظهر حاجة جديدة في شخصية جوزي لدرجة انه حتى كان عايز يتحكم في أكلي لما رحنا باريس في الهانيمون اتخانق معايا في الشارع عشان مصمم يخليني أدوء أكل صيني لما رفضت مش يوسبني لوحتي من غير ما يكون معايا فلوس ولا حتى خط تليفون عشان ابتصل بيه كانت أول مرة أروح أوروبا حسيت وقتها اني طفلة تهت من أهلها جات لي حالة انهيار لحد ما سحبت فلوس بالفيزا والعملية نجحت فطلبت تاكسي سطر ربنا انه اسم الفندق كان معايا على الموبايل بعد كده اعتذر لي حولت أتجاوز اللي حصل وقلت واحدة واحدة أكيد هنفهم بعض اكتشفت ان اللي حصل ما كانش مجرد موقف عادي وانه بطبعه شخص عصبي وبخيل كان كل يوم بتحصل بيننا خنقات تفا زي مثلا انه مش مسموح لي اني أركب تاكسي ولازم أتعلم سوقت العجل بعد ما رجعنا من أوروبا رحنا بيتنا في جنوب سينا نقشته في موضوع الحمل قلت له انا مش عايزة أخلف على طول واني اتكلمت مع الدكتورة بتاعتي عشان أشوف الموضوع هيمشي ازاي قال لي مالوش لزوم انا عامل عملية تمنع الخلفة اتصدمت وقتها وسألته ليه مقلت ليش قبل كده قبل الجواز انت كده خدعتني قال لي لا انا حر وده جسمي ومن حقي اعمل فيه اللي انا عايزه حاولت اتعايش مع الصدمة بس حسيت جوايا بقهرة ملهاش حل واللي قهارني اكتر انه كل مميزاته اختفت وبقيت كل شوية اكتشف حاجة وحشة جديدة زي انه متصاحب على ناس من قاع المجتمع بيشابوا مخدرات بقى كل يوم عايزي جيبهم عندنا في البيت بدأ صحاب جوزي يملوا دماغه بكلام فارغ لحد ما في مرة سافر وسبني لوحدي شهرين هو مسافر شفت على السوشيال ميديا صورته مع واحدة معرفهاش لما وجهته قال لي عادي دي مجرد صديقة بعدها رجع من الصفر متغير تماما دايما بيخلق اي مشاكل ويقول لي لازم نتطلق وانا زي الهبلة مش فهمة في ايه اقولوا لأ مش هنسيب بعض انا متمسكة بيك متعايز تسيبني ليه وفضلت الخلافات تزيد وتزيد بدأ يقل قدبه يجرحني بكلام صعب اقوله وفي اخر خلاف بيننا لقيته بيسجلي في قضة نومنا من غير معرف ولما اكتشفت قال لي انت بتتهجمي علي وتقريبا كان بيحاول يثبت اي شيء عشان يرجع بلده ويطلقني او يقول علي مجنونة سبته ورجعت بيت اهلي فبعد يقول لي احنا لازم نتطلق اعمليلي تنازل عن جميع حقوقك في الشهر العقاري انت بش تاخدي ولا ملين بعد الطلاق كل الكلام ده مثبت عندي لما رجعت بيتي نقيتهم غير قفال البيت قفال الشقة كسرت ودخلت ما لقيتش اي حاجة غير هدومي وهدومه عملت محضر اثبات حالة في الاسم طلع قايل لكل الناس اني مريضة نفسيا وهو خلاص هيطلقني بعدها رجعت البيت فضلت قاعدة فيه بعدت له رسائل كتيرة جدا بعدها رجع من الصفر كان مع اثنين اصدقاء اجانب واحد منهم ومراته والتاني كان سنجل المهم مرات صاحبه كان بتحاول تعزمني على الفطار برا وانا رفضت اتاريهم كانوا عايزين يسحبوني برا البيت ويرموني شفت جوزي مستخبي مع صحابه تحت الشجر فاتصلت بالشرطة طلبت المحامي بتاعي اول ما الشرطة وصلت كل صحابه اختفوا والمحامي بتاعي قال له انه لي الحق اععد في البيت ثلاث شهور العدة فجوزي قال تقعد لي هي ما بتخلفش معاش اطفال وانا طلقتها غيابي ومفروض تمشي قال له لا قانونا وشرعا ليها الحق تقعد ثلاث شهور والمحامي بتاعي عمله محضر انه تهجم عدالي فجوزي رفض يروح الاسم بدأ يقرب من المحامي بتاعي عشان يشتريه عرض علي اخذ 200 2000 جنيه عشان ينهي الموضوع ودي لكن انا رفضت بعد اللي عمله قررت اقامشي في الموضوع للاخر والمحامي بتاعي خلاني يعود خمس ايام في البيت محبوسة وقال لي هيجيبوا ستات يدخلوا عليك البيت ويضربوكي ويضربوكي اوه يتفتحي الباب لحد وعيشت في رعب ده غير انهم بعتوا بالفعل ناس جات لحد البيت عشان تهددني لحد ما اضطريت اخذ عربية واسيب البيت وارجع على بيت اهلي من كتر خوفي فجئت بعدها انه عاملي محضر سرقة فلوس واتلاف في المنزل وبيحاول يلبسني اي مصيبة كان كل همه يمشي من غير ما يديني حقوقي لانه كان موقفه القانوني ضعيف جدا في بلده في اغربة عشان متجوزني هناك وليه حقوق في قانون بلده منها مثلا انه ممنوع يتم الطلاق الا بموافقة الطرفين وعشان كده لما رجعت بيت اهلي طلعت اوراقي ترجمتها وصقتها وبعدتها لصفارة بلده قلت لهم انه طلقني غيابي انه انا مش موافقة على الطلاق بعدت ايميليات للصحفيين هناك حكيت لهم قصتي بدأ الموضوع يسمع لقيت ستات بتتواصل معايا من بلده واكتشفت ان جوزي مريض نفسي متعدد العلاقات كل ست شهور بيتعرف على واحدة جديدة من بلده وينزل بيها مصر يعيش معاها شوية وبعدين يشوف واحدة تانية وانا الوحيدة اللي اتجوزها بحكم ان ديني وعداتي ما تسمح ليش ان انا اصاحب عشان كده كان طول الوقت بيحاول يبعدني عن ان ياخد الاقامة بدل ما اروح بلده واكتشف عميله لما بدأت انشر قصتي معاه الموضوع وصل هناك لمجال عمله فصلوه واكتشفت انه كان مدعي الاسلام عكس ما فهمني واللي وجعني انه صحابه الاجانب هنا في مصر وصحابه المصريين كانوا عارفين كل ده انه متعدد العلاقات ومحدش حذرني وانا دلوقتي بحاول اتواصل مع مسؤولين هناك في بلده وفي اوروبا عشان اخد حقوقي وهنا في مصر رفعت قضية متعة وبقى القضايا بس فعلا قلقانة منه لانه شخص في منتهى الشر وعمليه تعذيب نفسي شفتوهش في حياتي قبل كده غدر بي طلع النصاب وتجوزني عشان جسمي وشكلي وتعليمي واني قد المسؤولية وفي الاخر طلع بيتسلم متعدد العلاقات اتمنى موضوع يكون ليهتمام معايا كل شيء مسبت بالرسائل والصور قولوا لي اعمل اين رسالة ناريمان رسالة مختلفة عن كل القصص اللي جات لنا هنا في القصة حقيقية لدرجة ان انا في حاجات عطلت فيها سكت مع اني قارتها مرة واثنين وثلاثة بس في حاجات تقيلة ما تتقلش وده بجد حتى الزوج الاوروبي فيه بنات بتدور عليه كتير عشان يبقى سالك طلع مش سالك واضح ان فيه ازمة زوجية على مستوى الكوكب صح سبحانه طيب ناريمان دلوقتي تعمل ايه عشان تخلص من الهم ده يا تارة تروح محكمة الاسرة في اوروبا ولا تروح محكمة الاسرة بتاعتنا طيب ايه لمفروض الزوجة المصرية تعمله لما يبقى الجزهة من بلد تانية طب يا ليه ما وفقتش على 200 الف جنيه وتخلص ترجمة نانسي قنقر